كمان حاجة تانية أكدتها الدراسات الطبية أن الأطفال الذكور، الأولاد يعني اللي بيستخدموا إيدهم الشمال بيكونوا أكتر من الأطفال البنات وفي دراسات دلوقتي شغالة على ربط استخدام الإيد الشمال بهرمون التستستيرون اللي نسبته عند الذكور أعلى بكتير من الإناث يعني بيحاولوا بقى يدرسوا إعلاقة هرمون التستستيرون التستستيرون ده موجود كتير قوي عند الولادة عند الذكور طب إيه علاقته وحكاية الفصل يمين من المخ والكلام ده كله محاولات إجبار، محاولات جمع محاولة، محاولات إجبار الطفل على عدم استخدام الإيد الشمال بطريقة رئيسية وهو يكون هو ده خلاص رغبته وهو عايز كده وده أردر من المخ أو المخ بتاعه هو اللي بيشير عليه أو هو اللي بيؤمره أنه هو يستخدم إيده الشمال إجبار الطفل بقى أنه ما يعملش الحكاية دي غير أنها بتؤدي لحالات القلق والتوتر الدائمين عند الطفل ممكن تؤدي كمان إلى التلعثم ياه، ده مش بس كده والإصابة بالصعوبات التعليمية ياه، كمان دي حاجة مهمة أخلوا بالكم أنا إجبار الطفل اللي هو اللي بيستخدم إيده الشمال بشكل أساسي أنه إحنا نجبره أنه يستخدم إيده اليمين مش بس أن الطفل بيبقى مقاريف أو متداي أو ألآن أو متوتر لا، ده لها انعكاسات خطيرة لها مضاعفات خطيرة ممكن زيما بيقول لكم صعوبات تعليمية أو إصابة الطفل ده بالتلعثم إحصائياً، ودي نقطة مهمة أوي عايز أقولها لحضراتكم أن 70% من البشر 70% بيستخدموا إيدهم اليمين بشكل رئيسي 10% بيستخدموا إيدهم الشمال بشكل رئيسي 10% بس يعني الشول 10% بس المفاجأة بقى أن 20% من البشر بيكونوا قادرين على استخدام إيدهم اليمين والشمال بنفس الدرجة وزي ما قلت لكم طبعاً استخدام الإيد الشمال هنا بتكون معناها في الرياضة زي قرة القدم تحديداً استخدام كمان الرجل الشمال بشكل أساسي